كما استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة وأكد شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي وقال وزير الخارجية المصري إنسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة حاليا وأضاف أن سيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات وطلب وزير الخارجية المصري إسرائيل بالإضلاع بمسؤولياتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وذلك من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها